طالب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ الساس الإسرائيليين بوقف التراشق بين الحكومة الإتلافية المتشددة الجديدة والمعارضة من يسار الوسط وإرأسه رئيس الوزراء بن يمينة نياهو كتلة مؤلفة من حزبه المحافظ لكود وأحزاب يمينية متشددة ودينية حققت فوزا حاسما في انتخابات نوفمبر وأثر إدراجه حزبي الصهيونية الدينية وعثما يهديت في الاتلاف قلقا في الداخل والخارج نظرا لدعوات قادتها لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة